بسم الله الرحمن الرحيم معكم حسن الدوش الكاتب العام للفيدرالية المغربية لموين الحفلات والكاتب العام للفيدرالية المغربية لمهان المطعمة كما عرفتو ان الحمد لله اليوم كما نقول اطلق الله السراح باش نزول المهام جلنادين اللي اقتموا الحفلات وهذا الشي الفضلك يرجع لسيدنا الله ينصروا اللي بعدك ينوفر لقاح لجميع المغاربة اللي تقريبا احنا تكلاسينا 18 عالميا واللي هدا بالنسبة لنا حاجة كتشرف المغرب وزيادة على هاد شي الفرحات دي الجل الممويلين اللي بدو كيستنفوا العمل ديالهم واللي غاديين الحمد لله شوية بشوية رغم ان دازت علينا واحد الدرس اللي مخصوش يتنسى اللي هو الدرس ديال كورونا اللي 16 شهر وحنا يا بدون عمال موقفين على العمل ديالنا اللي هو يعني ايقاف ايجباري اللي كانوا جل المغاربة في ربع المملكة كانوا توقفوا واللي الناس يعني يطعوا في مشاكل وهذه المشاكل اللي هي كبيرة واللي نبغي جميع المغاربة او جميع المموينين ياخدوها كدرس لان بصراحة الناس كيكونوا خدامين ومتهورين يعني الناس دائما كيخدموا في الانفورميل وليوم النصيحة ديالنا اللي كان قولو لهم باش يكونوا يحاولوا يقدوا للاسيتيات ديالهم ويدكراريو الناس ديالهم ويخدموا في الفورميل ويديروا دي فورماشيون البرسونيل ديالهم وبالنسبة البرسونيل ما ننساوش كانوا يخدموا معاهم الناس اللي هما كيجوا من بلدان خرى اللي كيخدموا معاهم وفي هاد الساعة هادي وخلال الجائحة الناس يعني اللي ما كانوش مديكلاريين واللي ما كانوش اسميتوا كانوا يصبروا وكيتسنى وزعما من وراء مبدأت الجائحة في الشهر الأول والثاني والثالت الناس اللي تقهروا يعني كانوا خلال الناس ديالهم باش يمشوا يقلبوا على بلايس خرين فين يخدموا وكانوا الناس يعني اللي حاول يشد نصك الناس اللي خلا غير الناس اللي هما بحل شي يجوجو الهتلاشة الناس اللي بقوا معاهم في المحالات ديالهم وبلما ننساو الهتريتر دائما عندهم محالات ديالهم لي دبو ديال الكراه لي كويزين ديال الكراه لي هاد الشي كله كيطرح مشكل وكيطرح يعني ديشارج بالنسبة الهتريتر من وراء ما نضلنا احنا كفيدراليا المغربية لمموين الحفلات اللي كان شكره سيد الرئيس سيموح من رحال اللي بصراحة كان نضال مع جميع الاخوان ديال المكتب تنفيدي اللي من النهار بدتها ديالجائحة احنا في الميدان مش يقلسنا تكون فينا في ديورنا ولا هادا حاولنا نرسلوا جميع الجهات المعنية رسلنا تقريبا جل الفرق البرلمانية جل الوزارات واللي كان شكرهم من هاد المنبر اللي بصراحة مع عمرهم بخلوع لنا بالمؤذرة ديالهم لنا واللي كان استقبال ديالهم لنا في الظروف اللي كانت عندنا نحنا دروف صعبة واللي واسعونا اللي كان شكرهم من هاد المنبرتهم لمرئسة الحكومة للناس ديالجنة الايقادة للوزارة الوصية اللي هي وزارة صناعة والتجارة للناس ديالجامعة الغراف للناس ديال اللي كانت متلنا بالنسبة لللجنة الايقادة هادا الفضل كي يرجع لهم واللي دائما سندونا واللي كانوا بجنبنا واللي كانوا كيتسنطولينا واللي زعمكنا يعني وقفوا بجنبنا هاد شي ما كان يعني ما كان ننسوهش وليومة كما كتعرفوا وان القرار من بعد ما جاء القرار ديال سيدنا اللي ينصره هو هذا اللي انا قادي معك انا معك وكما كتعرفوا بعد القرار الملكي ديال فتح المساجد تحناج القرار ديالنا باش يمكننا نسنفوا العمل ديالنا ولو خمسين في المياه كما جاء في القرار ولكن هذا القرار هذا كما كتعرفوا انه هو قرار ما غاديش يلبي الرغبة ولا ما غاديش يلبي للمتطلبات ديال جميع الممولين ولكن كنقولوا اللهم ما لعمش ولا لعمى وحنا باقي المازال كننضلو الى حد الساعة وما زال كنطالبو باش ترجع الامور كما كانت وما زال حد الان كننشوفو شي حاجة اللي غادي ممكن لنا تزاد او نديرو جهد كتر من اللي كنا نجاهدو به باش نوصلو الامور اللي كنا ننتظروها دائما بالنسبة للقرار ديال خمسين في المية بالنسبة للقرار ديال خمسين في المية بحالي اللي قلتي هذا قرار ملغوم يعني واش الناس غايمكن لها دائما تبقى محافظة على المسافة ديال الناس ديال المدعوين واش المسافة الامور الصحية اللي دائما كانت فيها مدية الكوفيد واش غا تبقى يعني على حسب البروتوكول السانيتير اللي احنا نحطينه حيث احنا طالبنا دياجة بالبروتوكول السانيتير اللي يخده اه الليخدينها بعيد الاعتبار ووزارة الوصية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة بعيد الاعتبار ولكن مازال ما تدبقش لحد الهان النهار يطبق للدقى البروتوكول السانيتير ربما ان الناس غادي وعاو به وغادي력وا بي وترجع الامور كما كانت كما قلت لك دابا احنا كنا نحت انا واحد البروتوكول سانيتر اللي عطيناه الوحد جوش ديال اللي يعني اللي هما يا اه معمول بهم عالميا واللي دوك الامور داك البروتوكول سانيتر كي يشمل هاد الشي كله اللي بغناء ان الناس تيلاجوا يعني معروضين او للناس اللي كانوا معروضين في شوالي مولا هادي يمكن يمور جعلوا ديورهم اه تم من اللوتاس ديال دي بيستاجرات فو ادخلناه في البروتوكول سانيتر اللي حد لان احنا ما زالين نقلبوا على دي يعني دي زاستوس اللي غادي يمكن اللي هم يطيحوا على لع المدعوين ولا على التريتر بشي تكلوفات يعني ارخص من ذاك الشي اللي كانت والحمد من اللي تي مشيتك يبدأ اي اي افن ما اول حاجة بعدها كنا اللي هي ديجا درناها ولي درناها فاكي ما قلت لي كان تاست قدام الناس ودك شي هي كي يكونوا اه اولا كيكونوا الناس من اللي كيكونوا يلا جيين داخلين كيديرو كيديرو لتاست يعني ما كيدخلوش للأسالة كتخرج الهذا كتخرج النتيجة ديال لتاست من اوراها كتدخل كتتعقم كين اللي بافيت نورمال مقبل ما يبدأ الحفل بس نعرفوا الناس كلما كفتش يوعد فيهم ما موصاب ما ولو وكيبدأوا بزاف ديال اسميتو ديال هذا اللي كيكونوا فطبالي المعقيم وهذا يعني الدواعي الاحترازية ما كي نراها كينا دوني وبينكده بحل لغا بدأوا ازيرو ما تنسيش عنا واحد اللي موقف المعطيرة اللي الكاميون للي فيكول جيلو اللي الكوزين جيلو هذا كل شيء خاصي يبدأ لها الانتراتيان ازيرو والناس كلها ده بزع ممكن ما يقولوا احنا رايح اوتوماتيك اما ما تعطينا الدول اخضر باش نبدأوا المهام دي لنا رايح يمكننا منغداغا نبدأوا الناس رايح يمكن لها باش مليك تدير اوغانيزاسيون دي لأي حاجة رايح ما كديره ديك ساعة رايح تديرها الانتر من الناس المليك يبغيوا يديروا الاريزيرفاسيون دي لما رايح يديروا بشهرين وطلت شهور وربع شهور الافانس هاد الشيء اللي يخص بنا يدير ببعيد الاعتبار انه ما يمكنش انه نحلو اليوم ونبدو اليوم احنا رايح مشي حاط نسلع كنعرضوها لبيعوها انما هادا سان سيرفيس هادا سيونو اوغانيزاسيون دي كتون الانترم نعم خلال البداية بالكورونا سيكون ملتا عاما الناس ديوننا اللي سجلناهم دي غيكتو من الشوماج كما كنقولون لديك راريهم اللاساي نساسه ولكن هدا هو مشيء والمشكيل ما تنسيش أنه دابع لوسميد في المغرب وصلت خواميل دوصان ديغام كان الناس اللي كيتخلص كتر من هاد لوسميد يعني ما يمكنش أنه واحد كان يتخلص بخمس آلاف ولا ست آلاف درام وعنده دي شارج ديال وعنده لي كريدي ديال واللي كانت غاد حياته من الدماء وغادي كيخلص الأمور دياله جلاصة ينسل ستعطي ألفين درام هاد ألفين درام ما شنو غات قديله الناس عندهم وليداتهم كيقراءه وعندهم لي كريدي ديال ديور عندهم كريدي ديال طموبيل عندهم كريدي ديال تلاجات الفعزة يعني بزاف ديال الحويش وليوم هاد الشي هذا ما شيغر بالنسبة للمستخدامين تا بالنسبة للمموينين أنا لبلوبر ديال مموينين ده برام في الحبس على حساب اللي كانوا دايرين مع الفورنيسر اللي تريد ديالهم يعني بزاف ديال المشاكيل الناس اللي تسبو لهم أنهم يتطلقوا بعضياتهم زي ما شي مشاكيل اللي احنا ما الشيء اللي غي يشراع عندك ما يشراع عندك إلا تريتر تريتر هو واقف تموالين الشكارة اللي كانوا بغين يضربوا الهمزاقين ما كان قوله قبل زي ما كنا باش يشراع عنده واحد دليم خصوص تا وارا من بعد كي يشوف راسو ما عارفش بين غادي واش هاد الشي غي ستمر واش هاد الشي صافي كميل واشه شهر شهرين تلت شهر قلت لك احنا بدينا نهار لولاني وقهزين الأمور ديالنا باش نسندوا بعضياتنا راها نزلنا أول وحدين اللي نزلوا الميدان هي الفيدرالية المغربية للمحافلة برئاسة محمد رحال اللي كنا بجانب وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومدينة يدينا وكنا من ناس الأوائل وصباقي للميدان ولكن الحمد لله هاد الشي اللي كان طلبه من الله دائما اللي يرفع لنا دلوباء في أقرب وقت كلمتي لإخوان ديولنا المموينين اللي كان طلب منهم انهم ياخدوا درس من هاد كوفيد ياخدوا درس ودرس اللي هو يا بصراحة اللي هو درس صعيب وما ندنيتش وش ينسوا هاد غيا هاد الشي لا نقدر نقول هاد هي النصيحة دي للإخوان وشكرا لكم